موسيقى أدان رئيس الأوكرانيو فلاديمير زالناسكي العملية الروسية في بلاده داعيا لإجراء تحقيقات كاملة وشفافة عن ارتكاب الجيش الروسي لعمليات قتل في مدينة بوتشا وأكد زالناسكي في كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس الأمن بأن كيافا لديها أدلة قطعة تظهر حقيقة ما حدث خلال الهجمات على بوتشا لدينا أدلة دامغة لدينا صور التقطت بالأقمار الصناعية وسنقدمها للتحقيقات نحن مهتمون بإتاحة إمكانية الوصول الكاملة للصحفيين والمحكمة الجنائية الدولية وذلك لكي تقيم الحج على الجانب الروسية وأنا متأكد من أن كل دولة عضو في الأمم المتحدة ستهتم بالاطلاع على كل هذه الأدلة وذلك لكي تعاقب أولئك المتورطين في هذه الجرائم قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نبينيزيا إن هناك دولا كثيرة تنتهك قواعد إدارة مجلس الأمن الدولي وفي كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات في أوكرانيا شدد على أن هناك دولا غربية في مجلس الأمن ترفض طلبات دول بعقد اجتماعات في مجلس الأمن لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي يعمل على حل أزمة روسيا بشكل غير منصق وكذلك أرسل وثيقة رسمية أمس إلى المجلس بهذا الشأن من جهته دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى وقف إطلاق نار سريع وعاجل في أوكرانيا وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التطورات في أوكرانيا أكد جوتارش أن الأزمة الأوكرانية تشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي وتؤدي إلى أزمة غذاء عالمية الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف الآن نحتاج إلى مفاوضات جدية على السلام على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يتولى هذا المجلس مسؤولية الحفاظ على السلام ويجب أن يفعل ذلك بتضامن وأأسف لرؤية الإنقسام في صف مجلس الأمن ليس فقط في مسألة أوكرانيا بل في المسائل الأخرى التي تهدد السلم والأمن الدوليين وأحط المجلس على بدل قصر جهدي لوقف هذه الحرب والحد من تأثيرها على شعب أوكرانيا الذي يعاني وعلى الدعفاء والبلدان النامية حول العالم أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضغطات الأوروبية على شركة جاز برام متعهدا بتخذ إجراءات انتقامية حال تم تأميم شركات روسية في الغرب خلال اجتماع حكومي عقد لبحث المسائل المتعلقة بمجمع الصناعات الزراعية والغذائية في روسيا قال بوتين إن الوضع في قطاع الطاقة بالعالم يتدهور وذلك بسبب الإجراءات غير السوقية بما في ذلك الضغط الإداري على شركتي جاز برام في بعض الدول الأوروبية اقترحت المفوضية الأوروبية حذر واردات الفحم الروسية ضمن حزمة شاملة من العقوبات الجديدة ستفرضها المفوضية كما تنص العقوبات المقترحة التي يجب أن تحصل على موافقة الدول السبعة والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكي تدخل حيز التنفيذ حذر السفن الروسية من رسو في موانئ الاتحاد الأوروبي بالإضافة لقيود أخرى على التجارة وصف أمين عام حلف شمال الأطلسي يانسين ستولنبرغ صور القتل الواردة من بلدة بوتشا الأوكرانية بأنها وحشية لا تحتمل ولم تشهدها أوروبا منذ عقود كثيرة مضيفا أن استهدف المدنيين وقتلهم هو جريمة حرب خلال مؤتمر صحفيين في بروكسل قال ستونتنبرغ أنه يجب ترسيخ الحقائق وينبغي تقديم جميع المسؤولين عما حدث إلى العدالة مشيرا إلى أن حلفاء الناتو يؤيدون التحقيقات من بينها تلك التي تتم من خلال الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بحث المستشار الألماني أوفلاف شولتس خلال اتصال هاتفي أجره مع رئيسة الوزراء النيوزلندية مجموعة من القضايا المختلفة على رأسها العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا أفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أنهما بحثا أيضا التعاون في قضايا حماية المناخ والطاقة والمفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزلندا والاتحاد الأوروبي أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا في المسار الدبلوماسي والتفاوض مع روسيا وقالت ساكي إن المسار الدبلوماسي سيكون متروكا للأوكرانيين وقادتهم لتحديد طبيعة المفاوضات مع روسيا حتى تكون فعلا وضفت أن واشنطن ستوصل دعم أوكرانيا على كافة الأصائد بما يشمل الدعم الاقتصادي والعسكري أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كاربي أن بلاده ستوصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية وآرب كاربي عن اعتقاده بأن روسيا تعتزم تركيز جهودها على إقليم دونباس وأن القوات التي يتم تحركها في كياف وكيزدناف وسومي ستتم إعادة تجهيزها مرة أخرى لنشرها على الأرجح في الشرق ودونباس قالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 40% هذا العام بسبب الصراع الروسي الأوكراني يأتي ذلك فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 16% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي منذ انطلاق الرصاصة الأولى بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت المؤشرات الاقتصادية في التحرك نحو الخانات الحمراء في كلا البلدين في أوكرانيا قالت وزارة الاقتصاد إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 40% هذا العام وذلك مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالإضافة إلى ذلك توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 20% هذا العام وأشار التقرير إلى أن الكتال الحالي يدور في منطقة تمثل 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا وفي الوقت الحالي أوقفت حوالي 30% من الشركات الأوكرانية الإنتاج فيما أصبح استهلاك الكهرباء يعادل 60% من الكهرباء المستخدمة قبل اندلاع الصراع كما تضرر قطاع الزراعة في أوكرانيا التي كانت تعرف باسم سلة الخبز في أوروبا وهي مصدر رئيسي للذرة والقمح وقالت وزارة الزراعة الأوكرانية أن البلاد تخسر حاليا 1.5 مليار دولار شهريا حيث لا تستطيع موانئ التصدير الرئيسية في البلاد القيام بعمالها حاليا لذا تسعى أوكرانيا إلى زيادة صادرات الحبوب إلى بولندا ورومانيا واسلوفاكيا عن طريق الشاحنات أو السكك الحديدية